لو في حد دخل عملك كده هتلاح ناسك بتعمل كده يعني مش عايز تتضرب مش عايز تتوجع واحدة من طباقع البشر اللي الله سبحانه وتعالى جبلنا عليها خلقنا عليها هو ان احنا مخينا يساعدنا احنا نتجنب الألم ان احنا نتجنب الأذى انه هو يحمينا بس الحقيقة انه السيستم ده اللي بيحميك احيانا ما بيفرقش ما بين الألم اللازم والألم اللي انت مفهود تتجنبه فيه أنواع من أنواع الوجع في الدنيا لازم نعدي بيهم لأنه احيانا الناس حياتهم بتوقف على أنه انا مش عايز اتوجع فمش عايز ارتبط مش عايز افتح مشروع مش عايز اقدم في شغل والحقيقة انا بمتفاهم قوي الألم ده خصوصا لو حد مر بالألم ده قبل كده لأنه ألم فعلا شديدة ولكن جزء من تفوق الإنسان في الحياة هو تفهمه الفلسفة الألم اللي الله سبحانه وتعالى خلق عليها الدنيا كل شيء بتحصل عليه في الدنيا الدنيا فيها خير على فكرة وفيها انبساط وفيها حاجات حلوة بس جزء من فلسفة الكون نفسه أن كل شيء له ثمن وأحيانا الثمن ده بيكون شوية الخوف دول شوية القلق من المستقبل شوية التعب والمجهود اللي انت بتتعرض له فانت النهاردة لو الخوف ده لحظة اللي انت مستني انا هنا هتطمن عشان اخد القرار صدقني مفيش حاجة في الدنيا هتخليك تتطمن غير انك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتتقبل أن من حكمة الله اللي انت وثقت وتوكلت فيه أنك ممكن تتقلم فحتى لو جايلي الألم ده انا فاهم انه هو جاي لمعنى جاي الحكمة جاي الاحتياجة عندي ان انا اتقلم هنا وهدعوك انك تراجع بعض الألم بتاعتك وتكتشف انه ياه وانا صغير قوي كده كان عندي فكرة عضيطة بس لما خدت بوكس في دماغي نضقت ولما جبرت شوية وكان لسه التفاؤل واخدني قوي بشكل غير وقعي خدت بوكس تاني خلاني عقلت فانت الألم أحيانا بيكون هو العطاء بتاع المرحلة أحيانا بيكون هو ده الرزق بتاع المرحلة فما تقعدش متكلفت ومتكتف وما بتتحركش عشان خايف من الألم خليك منطلق وتعلم والله إذا جاء يعني شيء من البهجة والانبساط أهلا وسهلا وإذا جاء شيء من الألم والوجع مش أهلا وسهلا قوي بس إحنا مش مدايقين إحنا راضيين لأنه ما شفتش حد بيتفوق وبيتقدم في الحياة إلا وكان عنده استعداد إنه يتوجع عشان يوصل لحاجة اللي هو عايزه فاسأل نفسك واستعد النهاردة إنك تواجه وتتقلم وتتوجع عشان توصل لحاجة ولا هتفضل قاعد متجنب الوجع شوية بس هيجي وهيغبطك هيغبطك لأنه جزء من سنة الحياة هتواجه هتواجه سواء كررت تروح له أو تستنى لحد ما يجيلك جرت أجريك ترجمة نانسي قنقر